برنامجنا اسمه الديفندر النهاردة عايزين نسمي الهدف عايزين نسمي التاريخ عايزين نسمي الأسطورة عايزين نسمي محمد صلاح محمد صلاح زي ما قلت كده بيعمل عظمة في بلاد الإنجليز محمد صلاح بقى أسطورة حية بتمشي على الأرض محمد صلاح بيعمل اللي محدش عمله عربي قبل كده أو أفريقي في الدولة الإنجليزية محمد صلاح اللي ناس كتير جدا في مصر بيتهاجمه وناس كتير جدا في مصر مستكترع عليه اللي هو وصل له محمد صلاح اللي مش رام يدانه لحد ومركز في شغله وبيكتهد في شغله علشان كده وصل لمرتبة عالية جدا 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 محمد صلاح ابن مصر الحارب وحاول محمد صلاح اللي كان مصروفه 20 جنيه في اليوم كان بيركب ب18 جنيه و19 جنيه وجنيه بيجيب بيه كشري عشان يأكل بيه وهو راجع دلوقتي الناس بتتكلم عنه انه هو بقى أسطورة من أساطير ليفربول وما أدرك كما ليفربول كل الناس عارفة التاريخ وكل الناس عارفة اسم ليفربول في الكرة الإنجليزية وفي العالم ايه محمد صلاح اللي تعب واجتهد وشئي واخلص وقبلته مطبط كتير وقبلته صعوبات كتير لكن ايه اللي يتخطها كلها عشان يوصل للمكان اللي هو فيها محمد صلاح اللي مخلي العالم كله النهاردة يتكلم باسمه وتكلم باسمه مصر محمد صلاح اللي رفع رأسنا واللي مشرفنا في كل مكان اللي ناس كتير جوه مصر ومستعدة أقول لكم الأسماء كانوا بتحربوا وكانوا بيشايلوا مسئوليات مش بتاعته وكانوا بيحاولوا ان هما يهدوا فيه لكن بعزيمة وبإرادة وبقوة إيمان عنده قدر يوصل لمحدش وصل له في التاريخ محمد صلاح ابن مصر الراجل اللي بقى أسطورة محمد صلاح ابن مصر اللي بقى شرف وفخر الكل مصري والكل اللي عيب مصر ان هو يوصل للي وصل له محمد صلاح شكرا يا ابن مصر شكرا يا محمد صلاح شكرا اللي رفع رأسنا شكرا يا اللي ساعدنا يا اللي بتبسطنا يا اللي بتخلينا نسرخ مع كل كرة بيجيلك وبنبقى فرحانين وبنقوم نتنطط لما بيجيب جل لان الجل ده مش انت بس اللي بيجيبه كلنا وكل مصر اللي بيجيب الجل ده الناس اللي بتحبك وبتدعيلك في كل وقت وفي كل بيت ان شاء الله بإذن الله دعاهم يبقى من نصيبك ويبقى دايما كده مشرفنا ورفع راسنا ودايما منورنا حبيبي الدكتور أحمد بكري أخوي أو صديقي العزيز المحترم كان لازم أبدأ بمحمد صلاح احنا انت عارف احنا في حاجات كتير وعايزين نتكلم فيها ومحضرينها لكن ما ينفعش ان احنا ما نبدأش بمحمد صلاح وعايز اسمع منك وعايز اعرف رأيك ايه الله يا كابتل ان انا ابدأ بقولك بمقولة لكل مجتهد نصيب محمد صلاح اجتهد واخد بالاسباب وحط هدف قدامه واشتغل على نفسه جدا ومش انا عايز اقولك انت بحي بتتكلم في المقدمة الرائعة اللي هو يستحق قدامه مئة مرة وانا عارف ان انت يعني بتتكلم بتحبه معلغم ان انت تعباني النهاردة بس برضو بديله حق وليت مش هتول في المقدمة شخاطر بس صلاح يستحق اه صلاح عايز اقولك في الملعب اما بيتحرك وزميل من الزماله ما بيعملش عمسل بيعول وان تو ما بيدلوش التو احنا عندنا او معظم اللعب بتشوح ما بيزعلش بيرجع تاني وبالهف ودوره ويبدأ هجمة جديدة حتى الارادة بتبقى باينة في اللعب مش الارادة في الحياة بيتقال عليه كلام كتير الرجل من ساعة ما طلع الرجل بيعتبر هنا في مصر لا ابن الاهلي ولا ابن الزمالك مالوش اعلام قوي هو اعلام نفسه شغله اعلامه شغله صلاح اعلامه سبحان الله قليل الكلام قليل الزهور في وسائل الاعلام ولكن شغله يحسك انه هو ملء السمع والبصر صلاح يستحق ربنا يزيده وبجد خلاص انا قلبي حاس ان هي قربت قوي البالندور اللي هي احسن لعب في العالم لو صلاح ما يستحقاش السنة دي يبقى الظلم ظلم كبير جدا لانه اتظلم في 2017 ما كان هدفت دولة الانجليز 32 هدف ابتال اوروبا وكان مكسر الدنيا وفي نفس السنة صعدنا كاس عالم في عمل كل حاجة لو هي بالانجازات لو هي بالاهداف لو هي بالشغل الفردي حتى بالانجازات في الشغل الجماعي صلاح يستحق ونتمنى لصلاح السنة دي يا رب ان شاء الله يكمل الخامس سنة على التوالي في الدولة الانجليزي هداف او بنفس على الهداف لاخر مرحلة يا مساهل يا رب بندعيله ونتمنى له التوفيق واستحق ان شاء الله النهاردة جون عظيم وجون يعني فهم انا عاد سرخ والله لما جون جاي وكنت من الانبساط وقلت يعني الله عليك يا ابن مصر يعني جون يتكتف في التاريخ مش جون بس خلي بالك بفكر يا كابتن بجون توتنهام هو برضو من ثلاث سنين كان نفس ماتش توتنهام نفس التفاصيل اتنين اتنين كان هو هاركين خلي بالك النهاردة مع فرقة كمان من اقوى الفرقة اللي في العالم طبعا وبصراحة قول يعني حقاقا للحق حتى صلاح قال كده في تصريحات بعد الماتش ان منشستر سيتي كان مستحوز وكان بيهدد وبردو ليفربول مش هو ليفربول ساديو ماني مش هو ساديو ماني فرمينو مش فرمينو الخط النص الثلاثي الفرق شوط الاواء بالذات الفرق ما كابتنش موجود صلاح فيه ميسا كابتن هاني بيستلم على قدام ما بيستلمش ويلفه ودور ويستنى شوف حد جايح بياخد على طول الراجل ايجابي على المرمى هو ترجط عنده المرمى مش شايف غير الجود فعجيب توفيق لي يا رب وان شاء الله نفرح به اكتر واكتر ونتمنى نشوف عشرة صلاح وعشرين صلاح ونتمنى بقى الناس تاخد فرص وانسيب الناس تشتغل وانساعدها عن نجاح ما نهدهاش كابتن هاني